اسمعتم قبل قليل من أنه تم طرد إسرائيل من الاتحاد الإفريقي الكيان هذا الكيان المختصب الاحتلال الإجرامي الذي يضيق الفلسطينيين المرارة منذ أكثر من سبعين عام والتي إهدانته هي حق على كل إنسان حر في هذه الأرض لأنه لم يكتفي بما أعطته الأمم المتحدة وكان أيضاً قراراً خاطئاً هذا لكن مرة الأيام أعطاه له أكثر من 55% من فلسطين التاريخية في قرار التقسيم متى السبعة وربعين لم يكتفي بذلك أنه ده 55% من أرض فلسطين إنما راح يدي كل مرة يروح يدي يروح يدي في حروف في كذا في قتل في مجازر وصل الآن إلى أن بقاة 22% للفلسطينيين 2% هي غزة و20% الضفة الغربية الضفة الغربية الآن لا تصلح لشيء لأن المستوطنات في كل مكان أطعوها تقطيع ومع ذلك تسارع وتهروي الأنظمة تسمى أنظمة عربية إلى هذا الكيان والتطبيع معها بمصالحها الخاصة قضية فلسطين أصبحت آخر شيء تفكر فيه المهم قلنا نشوفوا واش قالوا في الموضوع هذا الكيان الإسرائيلي لأني متأكد أن العصابة والبروبغاندا التاحة والذباب والأذنب راح يقول لك والجزائر قامت وطردت الوفد الإسرائيلي وهي في الحقيقة هذا كعطاتهم الفرصة حتى الكيان الإسرائيلي قعطاهم الفرصة قال لهم اللي قاموا بهذه العملية الشائنة إلى آخره هي أفريقيا الجنوبية جنوب إفريقيا دولة جنوب إفريقيا والجزائر وهذه أنظمة متطرفة إلى آخره لكن القرار لكما يصدر من من عند الاتحاد الإفريقي يقول شيء آخر الاتحاد الإفريقي يقول في قراره يقول في قراره أنه في الحقيقة تم تم طلب من المسؤولة الإسرائيلية التي جاءت من عدم حضور المؤتمر هذا لأنها لم تكن هي مدعوة المدعوة كانت سافيرة الكيان الإسرائيلي هم يقولوا سافيرة إسرائيل في أديسابيبة وهذه الدعوة كانت دعوة شخصية لها وبالتالي اللي جات في مكانها لم تكن مدعوة وبذلك اضطر الأمن المشرف على القاعة بإخراجها الكيان الإسرائيلي حبي يديرها على أساس أنه جنوب إفريقيا والجزائر هذا يساعد جنوب إفريقيا ويساعد نظام الجزائري علىه جنوب إفريقيا من منطلق مبدأي يعني جنوب إفريقيا كانت الكيان الإسرائيلي كان يعاون العنصريين اللي كانوا يحكموا جنوب إفريقيا كانوا يحكموا السود وكانوا فعلوا فيهم الأفاعيل فالكيان الإسرائيلي كان حليف لهم ومتعاون معهم فهو ما عندهم موقف تاريخي منه لأنه كان ضدهم أما بالنسبة للنظام الجزائري في الحقيقة هو فقط هذا التهويل في قضية الكيان الإسرائيلي لأنه فقط الكيان الإسرائيلي سيقدم مساعدات للنظام المغربي والنظام المغربي والنظام الجزائري أكثر من عدوين وكل واحد منهم يضخم عدوته مع الآخر وإن كان دائما للإنصاف العصابة أجرم لأنها هي التي قامت بغلق الحدود وهي التي قامت بغلق الأجواء وهي التي قامت باتهام باتهام بحرائق اللي حقتنا معهم في حرائق 2021 اللي أشرف عليها جبار مهنة إلى آخرها إذن الحكومة الإثيوبية والاتحاد الأفريقي يقولوا أنه طلبوا من الوفد الإسرائيلي أن يغادر لأنها اللي جات ليس هي المدعوة المدعوة السفيرة والسفيرة لم تأتي وهذه كان دعوة شخصية هل هناك موقف من النظام هو وجنوب إفريقيا لعدم السماح للكيان الإسرائيلي بوجود الافتحاد الإفريقي؟ نعم منصفين نحن ما عندناش مشكلة لكن هذا الموقف من العصابة جاء فقط كرد على التعاون ما بين الكيان الإسرائيلي والنظام المغربي وخاصة بعد أن هاجم وزير دفاع الكيان الإسرائيلي قبل سنة ونصف هاجم النظام الجزائري من داخل المغرب فغضبهم بشدة قبل حوالي سنتين تقدر كانت في بداية 2021 أو 2020 فغضبوا بشدة لأنه هاجمهم فهو رد فعل منهم على الكيان الإسرائيلي اللي أصبح بالنسبة إليهم خصم ذاتي وليس عن طريق فلسطين لأن لو كان جاء هذا النظام بالفعل ضد الكيان الإسرائيلي ما يقدمش كل الدعم والمساعدات الرئيسية العباس اللي هو ما هو إلا ميليشيا وحركة السلطة الفلسطينية ما هم إلا حركة عن الكيان الإسرائيلي وينسقوا معه أمنيا ويدخلوا المقاومة الفلسطينية للسجون ويتعاونوا معه أمنيا يكذبون أكثر مما يتنفسون